لمزيد من المتابعة لفعاليات القمة هذا اليوم تنضم إلينا من شرم الشيخ مراسلة التلفزيون المصري سالي سالم أهلا بكي سالي تحت عنوان التنوع البيولوجي يوم مليء بالأحداث وبالمناقشات حول المناخ وتأثيراته كيف هو اليوم نعم تحياتي لك نوها ولمشاهدين الكرام بالفعل اختتمت فعليات هذا اليوم الذي هو تحت عنوان وبند التنوع البيولوجي وتم العديد من النقشات وتوقيع لاتفاقيات وأيضا مفاوضات تحت هذا البند وهو التنوع البيولوجي هذا البند الهام والذي يعني التوازن الطبيعي بين الإنسان وكافة الكائنات الحياة من نبات وحيوان واختلال هذا التنوع البيولوجي يؤدي إلى اختلال ويؤثر بالطبع التغيرات المناخية على هذا التنوع والتوازن البيولوجي نتيجة النشاط الذي يقوم به الإنسان في تغيير هذه الدورة وهذا التنوع البيولوجي العديد من الجلسات التي بدأت بجلسة تحت عنوان تحقيق الصلاة بين التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية والعلاقة بينهما وذلك بحضور وزيرة البيئة والسكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية وأيضا مشاركة من كافة الجهات القائمة ومنها طبعا المبعوث الأممي للمناخ وذلك في الولايات المتحدة تفاصيل كثيرة تمت في هذه الجلسة وتحدثت وزيرة البيئة أن مصر خلال رأستها طوال أربع سنوات في كوب 14 تم الحديث والوصول إلى مفاوضات في إطار التوازن وتحقيق هذا التنوع البيولوجي العديد من الجلسات التي تمت في هذا الصدد تحديدا سواء هنا في المنطقة الزرقاء أو أيضا في المنطقة الخضراء والتي يتم بها بعض الفعاليات سواء من قبل المشاركين في هذه المنطقة أو المشاركين فقط في المنطقة الخضراء وأيضا جناح المجتمع المدني داخل هذه المنطقة قد شهد العديد من الفعاليات في هذا الصدد في صدد التنوع البيولوجي وتم أيضا إطلاق مبادرة التنوع البيولوجي والتي أعلنت عنها وزيرة البيئة اليوم أيضا عدد من الاتفاقيات التي تم توقعها من قبل الحكومة المصرية مع عدد من التحالفات سواء الدولية أو العربية في إطار مشروعات الهايدروجين الأغدر والتي سيتم إقامتها في الفترة المقبلة في إطار تقليل هذه الانبعاثات وهذه التغيرات المناخية التي تؤثر على الكوكب آخر الفعاليات التي تمت هي مشاركة الرئيس البرازيلي في هذه النسخة تلبية لدعوة سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق وذلك إدراكا من الرئيس لأهمية الدورة الذي تلعبه دولة البرازيل في تقليل هذه الانبعاثات في ظاهرة الاحتباس الحراري أيضا ما يتم داخل غابات الأمازون وإزالة هذه الغابات والذي يؤثر بالطبع على الكوكب كوكب الأرض باعتبار هذه الغابات كما نقول هي رئة العالم العديد من النقاط التي اجتمل عليها الخطاب والذي كان بحضور السيد سامح شكري رئيس هذه الدورة من المؤتمر السابعة والعشرين وأيضا العديد من النشطاء والوفود المشاركة داخل هذه النسخة تحدث الرئيس البرازيلي أن لابد من أن يكون هناك نظام للعالم أجمع يحقق تطلعات البشرية أيضا أن 50% من دول العالم لا يساهم إلا بـ 1% من الاحترار الحرارية أيضا تحدث أن هناك 200 ألف حالة وفاة تتم سنويا نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وأنه تعهد بالالتزام من قبل دولة البرازيل فيما تم من تعهدات في النسخة السابقة وأنه يعمل على تفعيل صندوق الخاص بغابات الأمازون لتقليل وحماية هذه الغابات كما تحدثنا أنها رئة العالم العديد من النقاط واستناء من الحضور على الكلمات التي كان يحملها هذا الخطاب بين طياتي في هذا التوقيت تحديدا تشهد المنطقة الخضراء بعض الفعاليات الترفيهية وهو الوجه الآخر لمؤتمر المناخ بعض الفعاليات الفلكلورية الخاصة بالوفود والدول المشاركة بعد انتهاء الفعاليات الرسمية يستطيع الجميع التوجه إلى هذه المنطقة الخضراء والتي تعمل على مدار اليوم في إطار بعض الجلسات الهامشية ولكن في هذا التوقيت تحديدا يتم بعض الفعاليات الترفيهية السياحية والتي تندرج أيضا تحت هذه القمة قمة المناخ السبعة والعشرين هنا في مدينة شرم الشيخ والكلمة تعود اليك نوهامر نعم تفاصيل وافية قدمتها لنا مراسلة التلفزيون المصري لكوب 27 سالي سالم أشكرك جزيل الشكر ترجمة نانسي قنقر